سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ أيها النبي ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك المتفرد بالخلق خلق الإنسان من علق الذي خلق كل إنسان من قطعة دم غليظ أحمر اقرأ وربك الأكرم اقرأ أيها النبي ما أنزل إليك وإن ربك لكثير الإحسان واسع الجود الذي علم بالقلم الذي علم خلقه الكتابة بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يكن يعلم ونقله من ظلمة الجهل إلى نور العلم كلا إن الإنسان ليطغى حقا أن الإنسان ليتجاوز حدود الله أرآه استغنى إذا أبطره الغنى إن إلى ربك الرجعا فليعلم كل طاغية أن المصير إلى الله فيجازي كل إنسان بعمله أرأيت الذي ينهى أرأيت أعجب من طغيان هذا الرجل وهو أبو جهل الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا لنا إذا صلى لربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان المنهي عن الصلاة على الهدى فكيف ينهاه أو أمر بالتقوى أو إن كان آمرا غيره بالتقوى أينهاه عن ذلك أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب هذا الناهي بما يدعى إليه وأعرض عنه ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كل ما يفعل كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ليس الأمر كما يزعم أبو جهل لإن لم يرجع هذا عن شقاقه وأذاه لنأخذن بمقدم رأسه أخذا عنيفا وليطرحن في النار ناصية كاذبة خاطئة ناصيته ناصية كاذبة في مقالها خاطئة في أفعالها فكأن الكذب والخطأ باديان منها فليدعو ناديه فليحضر هذا الطاغية أهل ناديه الذين يستنصر بهم سندعو الزبانية سندعو ملائكة العذاب كلا لا تطعه واسجد واقترب ليس الأمر على ما يظن أبو جهل إنه لينى لك أيها الرسول بسوء فلا تطعه فيما دعاك إليه من ترك الصلاة واسجد لربك واقترب منه بالتحبب إليه بطاعته اشتركوا في القناة